زي ما سمعته كده في التأرير هو دايماً بييجي في المواقف الصعبة ودايماً بيحل المواقف الصعبة سبحان الله سبحان الله لو كل إدارات الأندية تنظر لهذا الرجل نظرة فنية محترمة وتأدر هذه الموهبة التدريبية بالتأكيد كان هيبقى في مكانة أفضل كثيراً وهيبقى واحد من المتصدرين لترتيب المدربين المصريين في الوقت الحالي على مستوى الإمكانيات فهو في الصدارة ولكن على مستوى التأدير الكافي ربما ما بياخدش التأدير الكافي هو راجل بيشتغل بإخلاص وبشتغل بحب دايماً كل اللاعبين اللي اشتغلوا مع الكابتن ميمي تكلموا عنه بكل الخير كل المدربين المساعدين اللي اشتغلوا مع الكابتن ميمي عبد الرازي تكلموا عنه أيضاً بكل خير وازاي شغله محترم جداً عشان كده أنا سعيد وبتشرف جداً بتواجه معايا النهاردة أهلاً بك مرة شرف ليه يا شرف ليه يا كريم والله والمقدمة دي أنا ما استقلهاش يعني أهل من حقك الحمد لله الأولى كتر خيرك أهل من حقك لا والله يا كريم نبدأ بالمصري مصري ونبدأ بالحاجات السعيدة المصري أنت معهم استلامت المهمة في وقت صعب جدا والمصري كانت توقعات لي هذا الموسم في بداية هذا الموسم إنه يعمل موسم رائع جدا على دوقت الصفقات واللعبين الجدد بس المصري ما عملش ده لما أنت جيت لتدريب النادي المصري عملت اللي إحنا كنا متوقعينه في بداية الموسم نتائج إيجابية مركز جيد في ترتيب الدوري الممتاز وكل الأمور كيتمشي بشكل رائع جدا هو الحمد لله طبعا أنا المجلس الجديد برئاسة مستر كامل أبو علي ده حضر النادي المصري في واحد تسعة واحد تسعة اللي هو ألفين اتنين وعشرين صحيح فأنا كنت أصلا متواجد بحكم الطبيعة مع المجلس السابق اللي أنا رئيس قطاع النشئين والبراعن فتولت المسئولية حصلت شوية حاجات في المواقف دي إن قطاعتي النشئين كذا ووضع كذا ونطلب تغيير كذا فاشتغلت فكنت أكلمته مستر كامل بصراحة ومرتين وعمل اجتماع في أحد الفناطق الكبرى في بورسعيد بصراحة الرجل عطانا حقي وتوسم فيه خير وقال لي اتكر على الله واشتغل في حتة قطاع النشئين دي أنا وربنا هيكرمك لما إجا الظرف الطارق ده حضرتك في بالضبط في اتنين وعشرين واربعة كان الموسم هيخلص عندي بتاع قطاع النشئين عشرة خمسة مستر كامل بلغني في حوالي يوم تمانية وعشرين واربعة قال لي خلي بالك أنا في ظروف معينة أنا محتاجك معايا في النادي قلت له أنا ابن النادي بالذات الرجل ده مستر كامل قلت له أي حاجة تطلبها مني أنا ليس وظيفة ده حبا للنادي المصري والجميل للنادي المصري ومش بزيتش في هذا الكلام فالحمد الله كانت لعبة طبعا انت عارف محفوفها بالمخاطر صح لإن أنا استلمت بعد جهاز قوي كابتن حسن حسن له مني كل الاحترام مش بس هو جهاز قوي هو جهاز له شعبية له شعبية كمان وله وكل الاحترام وكان بتعاون معايا في حتة قطاعات النشيين صحيح برضو دي شهادة حق إنما أنا ليس لها دخلة ما بيجى أي يوم ديل فني أنا بقى مستقل بذاتي لإن كراجل زميل أو مو ديل فن سابق أو أتمتع بخبرات فما حبش أي يوم ديل فن يكون موجود إلا أنا بقى بسبب له عملية قلق فه لا بتدخل من قريب ولا من بعيد فأنا بقى ديله حتى كنت في سموحة كده صح أي يوم ديل فن ييجي أنا في حالي فطبعا تطلب مني مساعدة تطلب مني رأيي فطاع النشيين أنا تحتعم إنما ليس ليه هدف صح إلا أنا أخلعك فيه بمعنى الكلمة فيه فطبعا مستر كامل طلب مني بالزبط يوم أربعة خمسة خمسة أربعة خمسة وكان في مبراي يوم سبعة خمسة بتاعت بيترون الأسيوت إلا أنا أسافر أتولى المسئولية في الظروف في الطرقة دي أنا سافرت اليوم دا كان معي حوالي 12 لعائب في المعسكر زائد 8 نشيين تمام رقم رقم ولا يلاوي ولا درجة إن حضرتك في أول مباراة فيه حصل فيه هدف في أول ثلاث داي من بيترون الأسيوت فرقة محترمة وكانت تاني الدوري وطبعا تعالف منفجأة الكاس طبعا الحمد لله اللعائبة طبعا أقلمت وعملت وفشت في المباراة دي ثلاثة واحد وكدت في كمة السعادة طبعا اللعائبة تلمت حواليا ليه أسلوب في التعامل أيوة مع اللعائبة بيتقال لي عنه دا بقى أنا بحب احترم اللعائب صح وبعدين ما حدش عمل مشاكل فيه بقى مشكلة اللي هي بتتقال طيب أيوة غلبان أيوة طيب بينكوصين كده عشان بس أقولها بصراحة يعني مع الطيب والغلبان هنا عندنا يتقال عليها عطوط شخصية ضعيفة دا يتقال لي يا ريت كمان حاجة تاني مش عقود أقولها بس عشان البرنامج يقول لك طيب وضعفة أنا راجل بقى لي حوالي 43 سنة أصغر مدرب يشتغل في مصر مش عقود أقول الكصة دي يعني كتير صح مرنت لعيبة بعدد شعر راسي لعيبة محدش يفتكرها يعني فيه ناس ماتت وناس حيات وأنا مرنت لعيبة كتير جدا 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 يعني من أول حضرتك من 83 وتمانين في المينيا أنا والدكتور محمد الله يرحمه فاشتغلت مع مجموعة كبيرة فأتولت المسؤولية زبطت الحتة دي زبطت اللعيبة فيه مشكلة كمان بنعاني منها عملية الصفر 400 كيلو إلى برج العرب 400 كيلو طبعا كانت لك القاعدة لدرجة كنت تبدل اللعيبة أجازة اليوم وارجع بالإوتوبيس أنا ومجموعة من اللعبين فكنت في حرية طول اللعبة مرتزمة معي محدش عمل أي خطأ الله موقف واحد معين وربنا اسمه الغفور الرحيم اللي هو رجب عمران في ضربة الجزاء مع العلم من لعبك كويسة جدا المحترمين جدا أخذ عقابه ربنا بيخفل للناس مش هاتبحوا ده وارد وارد النار ده ابنك بيخطأ وانت تاخده إنما التدريب كوة شخصيتك من كوة تدريبتك وأنا تملك أستاذ كريم بقول أي حد بيعرفه مران أنا مش أي حد يعرفه دير لأن الإدارة دي فن يعني الإدارة فن وانت جاي براجل أستاذ دكتور بقاله 40 سنة صح بيمنح دكتوراه ومش أي كلام ويمنح ماجستير وبيقعد على البرد يناقش واحد في الدكتوراه يغير مجرى حياته طبعا الرسالة قدامي لازم أقعد أقراها وطلع منها حاجات وقل خبرتي فيها والباحث بتقبل هذا الكلام مش هبقى جاي بقى مش أكاديمي للكورة ما احنا عندنا الحمد لله ناس كتير وعندنا دكتورة كتير بس النهاردة الحمد لله أنا بقدم رسالة للاكاديميين إن في واحد منكم أستاذ دكتور في الجامعة الحمد لله بينجع زي موضوع ابني دكتور في الجامعة ونجح النهاردة مع الفرقة بتاعته اللي اشتغل فيها والناس كلها بتشكر فيه أخذ المجال بتاعي طب أنا بعد كده عملت كسبت الحضرير كان فيه مشكلة مستر كامل كان بياد عن نادي بصراحة سيادة المحافظ هو ومستر كامل بشكرهم هم السبب الرئيسي مع الجمهور في وضع النادي المصري لووصوله إلى المركز الخامس بصراحة وانت بصراحة كان دعم أنا الحمد لله أنا وجهاز اللي معايا أنا مش هتكلم على حاجة عشان ما حدش يقولك مثلا بيقول شعر لا أنا اشتغلت بس أنا من جوه حزين حزين إن الكرة في مصر كل مرة طلع عقلة وكنت معاك في برنامج صح من سنين قلتلك أنا عندي جاكت وعند بدلة وعند حاجات كتير كويسة بس الموضوع مش كده أيوه الموضوع أنتو النهاردة أنا مثلا بتتداري ازاي أنا مش فاهم يعني المداربين كلها محترمين المداربين في مصر كلها محترمين أنا موفقتش مباراة أنا كنت جاي كمان للاتفاق بصراحة لمدة نهاية الموسم صح دا الناس تشكر على العزة الواضح صح وعطونا الفرصة بس أنجزت فيها أنجزت كسبت الاتحاد ظهرون فرقة كبيرة جدا فرقة كويسة طبعا كسبت فرقه كسبت فيوتشر في كسر رابطة كسبت فيوتشر في الدوري طبعا فرقة مدججة بالنجوم فرقه مدججة بالنجوم صح فخسرت مباراة سموحة قبل كسر رابطة إنما الترتيب وتوزيع الجداول كان خطأ أنا بالنسبالي يعني كسر رابطة يبقى في آخر الموسم إزا أنا بقى معايا بين مطشين بين مطش الأهلي وبين الوضع دو فالموضوع ده برضه أسر وأنا درسته أنا مكنتش عاوزة أخسر رابطة ده كفاية أنا مثلا ما بكيتش تمثيل أنا أسلا دمعته قريبة بس الناس دي لازم تبكيك ده الحمد لله هو في حد أقالك أن أنت بكيت تمثيل بس أنا أقرح حاجة عندي السوشيال ميديا زي ما ليك ما عليك في ناس محترمة جدا وبتشكر وبتشكر وفي ناس مغرضة لغرض معين في يوم من الأيام مثلا في الناشئين ما لعبتش ابنه عملت موقف طبعا أنت بتعملت موقف فيه ولا عبتش ابنك لأ الحاجة الوحيدة لما فاش مجاملة كرة القدر طبعا ما فاش كلام مهما كان التمن